بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذه المحاضرة الخامسة من المحور السابع سنتناول في هذا الفيديو شرح لمثال على التوزيع الـ Uniform Distributed Load في Simply Supported Beam معانا Simply Supported Beam هذا في النقطة A والنقطة B عليها Uniform Distributed Load بشكل مستطيل أول خطوة هو عملية حساب الـ Reactions في A وفي B طبعا الأكافلنت فورس هنا تجي في الوسط بقيمة W ضرب L بتطبيق قانون Sigma F تساوي 0 Sigma M تساوي 0 نتحصل على أنه RA تساوي WL على 2 وهنا أيضا RB بالتساوي WL على 2 هذه أول خطوة الخطوة الثانية هي عملية قطع نظري لتحديد الشير فورس والبندينج مومنت دياغرام فانكشنز على المقطع ومسافة المقطع بتكون X والـ X بتكون بين الصفر والـ L أول شي نرسم رسمة الفري بادي دياغرام للجزء الأيسر من هذا القطع النظري بيكون معانا على النقطة A الـ RA وعلى اليمين على المقطع معانا الشير فورس V والمومنت M طبعا المقطع على مسافة X أيضا معانا التوزيع الأكافلنت فورس للتوزيع WX لماذا؟ لأن هذا الجزء لطوله X عليه توزيع على مسافة X بقيمة W فيكون توزيعه على وسط X يعني على مسافة X على 2 بقيمة WX فلما نطبق قانون Sigma F تساوي 0 بيكون معانا الـ Reaction WL على 2 ناقص WX اللي هو قيمة التوزيع على X ناقص الشير فورس يساوي 0 نستنتج من هنا الفانكشن تبع الشير فورس V تساوي WL على 2 ضرب X ثم قانون Sigma M تساوي 0 بالنسبة للعزوم معانا عزم RA على مسافة X من المقطع معانا عزم WX على مسافة X على 2 من المقطع ومعانا البنديج مومنت M نستنتج من هنا الفانكشن تبع M تساوي W على 2 LX minus LX بالنسبة للفانكشن تبع الشير فورس فهي معادلة خط مستقيم نحتاج نقطة أولى ونقطة ثانية النقطة الأولى تكون في X تساوي 0 لما X تساوي 0 فالV تساوي WL على 2 لما X تساوي L فالV تساوي ناقص WL على 2 كيف رح نرسمها؟ نرسمها هنا هذه النقطة الأولى WL على 2 هذه الV وهنا ناقص WL على 2 بالنسبة للعزم هذه معادلة شكل يسمى Parabol Parabolic Function عليها X تربيع فنحتاج تحديد الماكسيموم فالM ماكسيموم هنا نستنتجها من قانون X DM على DX تساوي 0 DM على DX هي LV تساوي 0 عند هذه النقطة فهذه نقطة الماكسيموم في المومنت في العزم هذه نقطة الماكسيموم في العزم طبعا نعود للإكوشن هنا لما X تساوي 0 M يساوي 0 لما X لما X تساوي 0 العزم M يساوي 0 هذه النقطة لما X تساوي L هنا لما X تساوي L في الفنكشن M أيضا تساوي 0 نيوتن متر تكون هذه النقطة X تساوي L ثم نرسم الparabol طبعا هنا بتكون Horizontal Tangent نرسم شكل الparabol وقيمة الماكسيموم في العزم نعوض X هذه تعطينا X تساوي L على 2 نعوض X تساوي L على 2 في معادلة العزم نتحصر على M تساوي WL على 8